لم تمضي ساعات عدة على انتهاء يوم المختطف اليمني إلا وأضافت ميليشيا الحوثي إلى هذه القائمة التي تضم عشرات الآلاف مختطفا آخر لكنه في هذه المرة ليس اسما عاديا بل اسم يعرفه اليمن خالد الرويشان وزير الثقافة الأسبق رمز للكلمة الحرة وصوت شجاع لم يصمت طوال سنوات الانقلاب الخمس ومن مدينة تحيط بها ميليشيا الحوثي من كل جانب ظل منحازا للشعب ناقدا لانتهاكات الميليشيا منذ انقلاب الحوثيين لم يغادر مدينة صنعاء التي عاشقها وتوجها بجهوده عام 2004 لتكون عاصمة للثقافة العربية ومزارا للمثقفين العرب وحين يذكر اسم الرويشان فإنه يستدعي في الذهنية الوطنية قائمة طويلة من المنجزات الثقافية والفنية للبلاد المعلومات الواردة تقول إن ميليشيا الحوثي داهمت بالمدرعات العسكرية صباح اليوم الأحد منزل الوزير الأسبق بالعاصمة صنعاء واقتدته إلى جهة مجهولة اختطاف الرويشان يعني محاولة لإسكات الصوت الأخير وإغلاق الطريق أمام الحرية ردود فعل واسعة إزاء الحادثة حيث ندد سياسيون وصحفيون وناشطون باعتقاله وطالبوا بسرعة الإفراج عنه رئيس الوزراء السابق أحمد عبيد بن دغر اعتبر اعتقاله حماقة جديدة واصفا إياه برمز الكلمة الحرة ومثله أيضا اعتبرت الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان ووزير حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية محمد عسكر وفي سياق الحديث عن معاناة المختطفين فإن المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان وثق انتهاكات فضيعة لمدنيين داخل سجن حنيش الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي في مخافظة الحديدة تقرير أعده مع رابطة أمهات المختطفين ذكر فيه أن المحتجزين في سجن حنيش يتعرضون لتنكيل وتعذيب جسدي ونفسي فضلا عن حرمانهم من الطعام والدواء ومنع أسرهم من زيارتهم الصورة التي وضعها المرصد عن حياة المختطفين داخل السجون لم تتوقف عند النقاط السابقة فقد أضاف إليها التعذيب والتحرش الجنسي الواضح أن قائمة الاختطاف الحوثية ما تزال طويلة ولن تغلق باعتقال خالد الرويشان فطريقها ممتلئ بالسجون والضحايا الجلد الذين سنسمع عنهم في الأيام القادمة